موسيقى أهلا بكم في بلد التاريخ والحضارة مصر التي نجتمع في واحدة من أهم منارات الثقافة فيها دار الأبرى المصرية للإعلان عن موعد انطلاق النسخة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فمن هنا من دار الأبرى المصرية بيت الفنون الراقي انطلقت النسخة الأولى لأقدم معرض عربي للكتاب في الشرق الأوسط معرض القاهرة الدولية عام 1969 وليس غريبا عن مصر أن تحتضن سنويا هذا الحدث الثقافي الأهم عربيا وإقليميا فمصر هي أول دولة في العالم القديم عارفة مبادئ الكتابة وابتدعت الحروف والعلامات الهيرغليفية حيث صنع المصريون القدماء حضارة ومعرفة تستمر من حينها إلى وقتنا هذا بتدوين وتسجيل تاريخهم والأحداث التي صنعوها وعاشوها في خطوة حضارية عظيمة انتقلت بها مصر من عصور ما قبل التاريخ لتصبح أول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب لتثبت مصر والقاهرة دوما أنها صاحبة رسالة سلام وتواصل للبشرية جمعاء وصاحبة جسر للحضارة يربط جذور الثقافة العربية بعضها البعض دائما والآن مع كلمة معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة والإعلان عن شعار النسخة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب السادة الحضور أسعد اللهم ساءكم وأهلا بكم في دار الأوبرا المصرية يسعدني أن أرحب بكم ونحن ننطلق بدورة مميزة من تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أنار عبر تاريخه العريق عقولا مصرية وعربية وأسهم في بناء فكر أجيال وأجيال اعتزت بهويتها وطلقت الكتاب باعتباره نبراسا وهاديا اليوم نطلق الدورة الخامسة والخمسين هذه الدورة التي أتطلع إلى أن تكون علامة فارقة في تاريخ معرض الكتاب بالقاهرة حيث بزل الكثير من الجهد وسخرت الدولة المصرية إمكانتها تقديرا لمكانة الثقافة والكتاب ومن هنا أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمعرض ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل المؤسسات المصرية شريكة النجاح تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة تأكيدا لريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه واحدا من ركائز الصناعات والمشروعات الثقافية المهمة في مصر والوطن العرب إن انضمام مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام لهو تأكيدا على انفتاح الثقافة المصرية على ثقافة شمال أوروبا شبه الجزيرة الإسكندنابية والحرص على تعريف الآخر بالإبداع المصري والعربي الأمر الذي يتيح آفاقا رحبة للتبادل الثقافي والإبداعي والتفاعل الحضاري البناء بمختلف مشاربه وروافده الثقافية كما أن تعبيرا عن حرص وزارة الثقافة على تحقيق مساعيها في تفعيل العدالة الثقافية في الداخل والانفتاح على الثقافات الإنسانية بشكل عام يأتي معرض القاهرة في دورته الحالية متحديا السعوب التي تواجه العالم وإنني لسعيدة بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم بزيادة 153 ناشرا عن الدورة الماضية وباندمام 70 دولة الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض نصنع المعرفة ونصون الكلمة ويتناول معرض هذا العام قضايا وطنية وثقافية وإبداعية محلية وعالمية يتمتع معرض القاهرة الدولي للكتاب بتاريخ حافل ورحلة عطاء تؤكد اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بالثقافة ودعمها ومساندة مبدعيها باعتبارهم القوى الناعمة الأمر الذي يتصق مع رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان ويجتمع تحت سقف معرض الكتاب الأدباء من مصر والوطن العربي ومختلف دول العالم ويزوره ملايين عدة من القراء الذين تنصب اهتماماتهم بالاطلاع على كل ما هو جديد ليبدو المشهد أشبه بكرنفال ثقافي احتفالي كبير ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض فعاليات ومؤتمرات عن أقطاب الثقافة المصرية والعربية من المفكرين والمثقافين ويطرح قضايا تتماس مع العالم الرقمي الجديد لقد حرسنا على تطوير المعرض في دورته الماضية الرابع والخمسين وكان هدفنا أن نرتقي بالمعرض في دورته الحالية ارتقاء يعكس مكانة مصر وثقافتها الأصيلة ويشرفنا في هذه الدورة حضور الأميرة ميتا ماريت قرينة ولي عهد النرويج ووزراء خارجية فنزويلا والبانيا وشخصيات ثقافية عربية وأجنبية عديدة إضافة إلى قاماتنا الفكرية والثقافية كما حرسنا على أن نوثق روابط الحضارة الإنسانية من خلال لقاءات ومؤتمرات ومن أبرزها بعض الملتقيات الفنية والندوات عن طه حسين والاحتفاء بمئوية الشاعرة الناقدة نازك الملائكة على سبيل المثال أننا حريصون على الترابط والتواصل مع الحضارات العريقة بشكل عام وقبل أن أختم كلمتي يسعدني أن أتوجه بالشكر إلى شركاء النجاح مركز مصر للمعارض والمؤتمرات شركة ديميديا المملوكة لصندوق تحيا مصر الشريك المنظم والشركة المتحدة للخدمات الأعلامية والشركة المتحدة للتباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وكل شركاء نجاح المعرض وكل الشكر والتقدير لهم وأعدكم أن يكون المعرض هذا العام فارقاً في رؤيته رائداً في مكانته وأن يكون نقطة بارزة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب وعلى بركة الله نطلق الدورة الخامسة والخمسين للمعرض شكراً لكم بنشكر معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكلاني ووزيرة الثقافة ويمكن شعار المعرض يمكن تم فيه مراعاة الهوية المصرية تحت شعار نصون الكلمة وهو شعار النسخة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي يمكن يعني الغالبية العظمى من الحضور إدروا اللي هم يحفظوه وده خير دليل على إن إن شاء الله ستكون النسخة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب هي نسخة مميزة وسوف تكون علامة فارقة في أذهان كل محبي القراءة الآن مع كلمة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأستاذ الدكتورة نيفين الكلاني وزير الثقافة السيدة السفيرة هلدة كلمتستال سفير مملكة النرويج السيدة الرؤساء اتحادي الناشرين المصريين والعرب مفكر مثرة ومثقفوها وعلماؤها ومبدعوها أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لمعرض الكتاب الحضور الكرام أسعد الله يومكم من مصر أرض الكلمة تنطلق شمس الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يأتي تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خمسة وخمسون عاماً تسبقها ألوف من سنوات قدست فيها مصر المعرفة ونسجت الكلمة رسمت الكلمة في أوراق البرد ونقشتها على أعمدة المعابد وقباب الكنائس والمساجد فأهدت للعالم حضارة ما زالت حية في جيناتنا ملهمة للبشرية نصنع المعرفة نصون الكلمة شعار صاغته ونسجته اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة للكتاب انحيازاً لدور مصر الرائد في صوغ المعرفة الإنسانية والإسهام في بنائها والحرص على استمراريتها وصونها والإعلاء من قيمها اتساقاً مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تعلي قيم الخلود وهي تبني عقولاً جديدة تتحصل بهويتها وتبدع في إثراء ثقافتها وهي تستشرف مستقبلاً جديداً معالي الوزيرة شرفنا بانضمام مملكة النرويج هذا العام كضيف شرف استثنائي ومتميز ولعلي أتوجه بالشكر لسيادتك ولصفارة النرويج على المتابعة الدقيقة والإشراف الكامل على برنامج النرويج طوال عام مضى بالتأكيد سيكون هناك اتصال متميز بين مصر والغرب مرة أخرى حوار الثقافة وحوار الحضارة هذا العام شرفنا أيضاً بأن اختارت اللجنة العليا لمعرض الكتاب شخصية معرض استثنائية وغير نمطية عالم المصريات الكبير دكتور سليم حسن أول أثري عمل في التنقيب والحفريات من مصر رائد في موسوعة متميزة موسوعة الحضارة المصرية القديمة التي ستكون موجودةً بين يدي قراء المعرض بالإضافة إلى كتبه الأخرى التي ألفها بالإنجليزية وترجمها كنا نتمنى أن يكون موجوداً بيننا بجسده الكاتب الكبير عقوب الشاروني الذي رحل عنا منذ أسابيع مضت لكنه موجود معنا بما تركه من إبداع في نفوس أبنائنا وفي نفوسنا عندما كنا صغاراً الحضور الكرام مصر تقرأ والعالم يقرأ في مصر سبعون دولة كما أشارت معالي الوزيرة مئات من الناشرين ألف ومئتين دار نشر خمسة آلاف عارض الكثير من اللقاءات الفكرية والثقافية التي سيتحلق حولها مفكرون ولقاد من مختلف دول العالم نسعى من خلالها إلى إنتاج معرفة تضاف إلى رصيد الحضارة الإنسانية في مصر هنا ستتلاقى الأفكار وتتآلف الرؤى هنا سنألف ونؤلف لقد سعت اللجنة الاستشارية العليا وبجهد كبير خلال أشهر مضت وعلى مدار أسابيع متصلة في صوغ برنامج ثقافي رصين يعبر عن الهوية المصرية والعربية وينفتح على الثقافة الإنسانية هذا البرنامج الذي سيكون في قاعة معرض الكتاب من القاعة الرئيسية التي تحمل المحور الرئيس الخروج إلى النور إضافة إلى لقاءات فكرية مع قامات ورموز مصرية وعربية وعالمية هذا بالإضافة إلى مناقشة القضايا الفكرية والوطنية المصرية والعربية وستكون هناك الكثير من المفاجآت في هذا الأمر الصالون الثقافي الذي سيطرح قضايا في جدة لا تعرف الاستهانة كذلك ديوان الشعر الذي سيكون جديداً هذا العام بأن ينضم إلينا أصوات شعرية من العالم ليس الشعر العربي فحسب وإنما يتحلق شعراء العالم حول ترانيم الوجدان في ديوان الشعر هذا العام لدينا الكثير من اللقاءات كما أشارت معالي الوزيرة البرنامج المهاني متصل سواء ببرنامجه القائقرة تنادي أو مؤتمر الترجمة في نسخته الثالثة ومؤتمر الملكية الفكرية في نسخته الثانية لكن كان من المهم وبتوجيه من الأستاذ الدكتورة نيفين الكلاني أن نتطرق إلى العالم الجديد فسيُعقد للمرة الأولى مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية بيت الخبرة في هذا الشأن للطفل نصيب كبير أيضاً في معرض الكتاب ككل عام إضافة إلى برنامج فني يعكس الأصالة المصرية الفنية يشاهده زوار المعرض سيكون معنا العديد من المؤسسات الوطنية ستقدم المبادرات التي كانت موجودة وتستمر كثير من المبادرات الأخرى التي أطلقتها وزارة الثقافة وكان حرص وزارة الثقافة والأستاذ الدكتورة وزيرة الثقافة دكتورة نيفين على أن يكون هناك دعم للكتاب الذي تصدره وزارة الثقافة يقدم إلى جمهور المعرض هذا بالإضافة إلى المبادرات التي سيقدمها الناشرون المصريون والعرب والذين نسعد بانضمامهم إلينا هذا العام البؤسسات الوطنية ككل عام وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الزراع التثقيف لهيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى كل وزارات مصر انضمام عربي وعالمي متميز وفارق هذا العام الحضور الكرام أثني الشكر الذي قدمته معالي وزيرة الثقافة إلى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الشريك الاستراتيجي للمعرض وشركة ديميديا المملوكة لسندوق تحيا مصر الشريك المنظم والتي ستبدأ معنا مرحلة جديدة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب نبدأ بها هذا العام ولسنوات قادمة بإذن الله كذلك كل الشكر للمؤسسات الوطنية ولمؤسسات الدولة المصرية وللتغطية الإعلامية المتميزة للشركة المتحدة والتلفزيون المصري لا أريد أنسى أحداً لكن كل الشكر أيضاً لوزارة الخارجية المصرية التي أسهمت بدور كبير في إثراء المشاركة الدولية التي ستبدو هذا العام فارقة في تاريخ معرض الكتاب معالي الوزيرة لابد أن أقدم الشكر والتقدير لسيادتك على الدعم والمساندة والتوجيه والإشراف الكامل طوال عام مضى وإشراف كامل وثقة متميزة أو ليتيها للهيئة المصرية العامة للكتاب والزملاء الذين هم جنود الخفاء يصلون العمل ليلة نهار أقدم الشكر والتقدير لسيادتك والشكر لسفارة النرويج وكل الشكر والتقدير لنخبة متميزة من علماء مصر ومثقفيها الذين عملوا في اللجنة الاستشارية بحب وعطاء على مدار أشهر مضت كل الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريبة التي حملتنا مسؤولية الارتقاء بمعرض الكتاب ووضعه على الخارطة العالمية علامة بارزة فارقة متميزة الحضور الكرام نعدكم كما قالت معالي الوزيرة أن يكون هناك لقاء الثقافة حضور متميز للثقافة الإنسانية تنصهر فيها كل الأفكار وبسم الله العلي القدير نبدأ هذه الدورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الدكتور أحمد بهيددين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب ولأن النرويج هي ضيف شرف النسخة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولية للكتاب نستمع الآن لكلمة معالي السفيرة هلدا كليمتس ديل سفيرة المملكة النرويجية بالقاهرة سبحير I'm sorry I will speak in English it is a great pleasure for me to be here today let me first extend my warm thanks to the Egyptian government Minister of Culture Dr. Nevin El-Kilani and also Dr. Ahmed Baye El-Din the head of the general book authority for inviting us and also to everyone else working very hard to make the Cairo International Book Fair a great success every year thank you also to the director of the opera for hosting us today we are very grateful for the invitation to be a guest of honor at this year's book fair and honor to be part of this very important event Egypt with its unique history and culture has inspired learning and art for thousands of years I am very pleased that Her Royal Highness Crown Princess Mette Marit will visit the book fair together with our foreign minister Mr. Esmond Bartheide this high level participation is a testament to the importance that we place on this book fair and also the importance we place on the bilateral relations between Norway and Egypt the Cairo Her Royal Highness Crown Princess Mette Marit is in fact an ambassador for Norwegian literature abroad she is a passionate reader and eager to spread the joy of reading to new generations very much like Egypt's own Nobel laureate Naguib Mahfous she too sees reading as a vital necessity the Cairo International Book Fair is an exciting opportunity for us to present a wide range of Norwegian literature in Egypt and the Arab world being one of the largest book fairs in the world with millions of visitors we see it as an important gateway for promoting Norwegian literature art, culture to a broader Arabic audience books in translation are you know bring different parts of the world closer together they allow us to expand our understanding about each other and gain new experiences and perspectives literature has the unique ability to bridge cultures and to strengthen cooperation across borders it is quite a challenge to translate books from a small language like Norwegian to Arabic and it is a goal for us as a guest of honor here in Cairo that we strengthen this effort and that translation will go both ways so that also more Arabic literature becomes available to the Norwegian audience we hope that the meeting between literature from Norway and Arab readers at the Cairo Book Fair will bring more knowledge about the Arab cultural world back to Norway as well through our role as a guest country we want to spark the joy of reading and show the importance of reading for children of all ages we will facilitate new contacts in a market where Norwegian literature has significant potential and provide a meeting point for Norwegian literary agents to meet Egyptian publishers and as I said strengthen the supply of translators and stimulate a dialogue between Norwegian and Arabic public we hope to create a new strong cooperation between publishers and the book industry in Norway and the Arabic speaking world and also a closer cultural tie between our countries despite being a small country Norway has many سغيرة نرويج لديها كثير من الكتاب المعروفين من بينهم بعض الكتاب الذين صفحيح ردون المعرض ونحن نتمنى أن تتاح لهم الفرصة لكي يقدموا الأدب الخاص بهم ويتحدثوا كذلك عن قصص مهتمة بها النرويج وكذلك المسائل المهمة للعالم الآن مثل المسواف النوع الاجتماعي التنوع، حرية التعبير، تغير المناخ البيئة ومعنى كذلك أن تكون إنسان في هذا العالم الذي يتمتع بالعولمة البرنامج على مدار 13 يوماً في كل يوم سوف يكون هناك كاتب ومؤلف نرويجي بأعماله سوف يشارك وكذلك سوف نطلع كذلك على ما تقدمه دور النشر العربية والمصرية وسوف يكون هناك مجموعة من النشرين القراء والزوار وكذلك الكتاب والمؤلفين والأكاديميين الذين سوف يشاركوا كذلك في الندوات التي سوف تعقد وهناك كذلك مجموعة من مؤلفين كتب الأطفال نرويجيين الذين يشاركوا كذلك في المعرض فنحن نرى أن أدب الطفل يلعب دوراً مهماً كذلك في تشكيل عقول الأطفال وتعزيز الإبتكار ووضع الأساس لرحلة تعلم طوال الحياة وكذلك حب للقراءة والتعلم ونحن سعداء كذلك بأن ينفس كتاب قد تم ترجمة إلى اللغة العربية وكان مؤلفه قد فاز بجائزة نوبل وهو للأسف لن يتمكن من حضور المعرض لأنه لا يستطيع السفر ولكنه سوف يتحدث للجمهور من خلال كتابه الذي سوف يعرض في هذا المعرض وصوف يعرض فيديو مسجل له خلال هذا المعرض كذلك في إحدى الندوات كما تعلمون يوم فصة معروف في الأدب الحديث وهو أحد الكتاب المعروفين في العالم الآن إذن هدفنا هو أن جدوى الأعمال الخاص بهذا المعرض يتيح الفرصة للحوار والاجتماع مع ممثلي الدول العربية والضيوف النرويجيين فالحوار هو الأداء لبناء جسر بين الشعوب والأفكار في هذه الأوقات التي نواجه بها كثير من التحديات والزيادة الاستقطاب فنحن في حاجة إلى الأدب والفن أكثر من أي وقت مضى ومن خلال الكتب والحوار فإننا نستطيع أن ندرك ما هي الأمور المشتركة فيما بيننا وأن المشترك فيما بيننا أكثر من الاختلافات شكرا إذن التحديات كثيرة لكنها ليست مستحيلة كما أكدت معالي السفيرة سعادة السفيرة هلدة كلمسدل واستضافت مصر لسبعين دولة بالإضافة إلى اختيار النرويج ضيف شرف للنسخة الخامسة والخمسين هو ما يؤكد أن مصر كانت ومازالت وسط ظل جسر للتواصل بين الثقافات المختلفة والآن مع كلمة الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله 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 بسم الله